السلام عليكم من جديد. ننتقل الى اهم فقرة في الدرس وهي فقرة القيمة الوسطية. هناك فرق بين الموين والميدين. هناك فرق بين المعامل. هذه هي الفرقة أحد الى دقين العظم الى صالة الى النوم التي ساعدت تشبابه هذه الرجل تأكل جديد. هناك فرق بين المعامل دعكم يعني القيم فيها مرتبة من الأسهار الأكبر يجب أن تكون مرتبة يعني أي عدد يقسم المجموعة إلى مجموعتين يقسم المتسلسلة الإحصائية عفوا إلى مجموعتين لهما نفس الحصيص تقريبا يعني نحن نقلب على هذا القيم الوسط الوسط دي المتسلسلة الإحصائية مثلا ناخد مثلا ناخد مثلا خمسة دي المتسلسلة الإحصائية مثلا تلميذ اللوي جاب جوج تلميذ ثاني جاب سبعة تلميذ الرابع جاب ثلاثة تلميذ الرابع جاب مثلا خمسة تلميذ الخمس مثلا جاب مثلا ستة هذا هو ما للنط هذا هو ما الفغيابل هذا هو ما يفغيابل دي المه الايها الدير الخمسة يروع وبما الآن ها نتجل ما حصل في تلميذ أوكنا ننافذ los يقسم لي ner هاد القسم هذا اللوي جاب الشرس انا يرى generation يجوش تاليها ماذا؟ مع تكرار إذا كان هناك تكرار تاليها ثلاثة تاليها خمسة تاليها ستة تاليها سبعة الآن لداني سان أغضاني دو بلو بتي و بلو غران من بعد شنان ديرو إحنا غادي نقلبو على أرسل لاميدين هي بحال مونتصف بحال لميلي ديال القطع بحال لميليو ماذا كلميليو هو الميديين هنا هي التي يوجدون فيها الميليون 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 و هنا الميليون هنا سنحيده واحد من الصغار و واحد من الكبار واحد من الصغار و واحد من الكبار ما نبقى لنا هنا؟ خمسة أسفل هذه هو النص والذي يقسم لنا القسم إلى مجموعاتين متقاربتين هنا ما هي العناصر التي كان هناك كان هناك جوش كان هناك جوش إذن هذه الخمسة تقسم لدينا القسم من الجوش للعناصر اللي متكافئين إذن هنا ما هي تعطينا هذا لاميديان كمؤشر هنا نرى 50% للسكن الإحصائية 50% لاميديان 50% للسكن الإحصائية ما هي حالة عندها هنا ما هي نستفيده بما أنه لاميديان هي 5 إذن 50% للسكن الإحصائية لأن النقطة لهم كثير من 5 و50% قريبا من تلامي لأن النقطة لهم قليلا من 5 هذا هو المفهم لاميديان يعني النص للسكن الإحصائية ما هو عنده ونص الأخر ما هو عنده هذا هو المؤشر للقيمة الوسطية إذن نستمر مثل خمس سبعة عشر دقيقة إلى غير دالي هنا هذا لاسيغي استاتيستيك هذا لاسيغي استاتيستيك إنه لا أغضاني ما مرتباش إذن خصصنا نرتبوها من الأصغر إلى الأكبر إذن من الأصغر إلى الأكبر إذن لدينا حالة من الشخص هنا أصغر قيمة إذن نقوم بترتيب هذه المتسلسلة هذه المتسلسلة الأحصائية بالترتيب من الأصغر إلى الأكبر أصغر قيمة مع التكرار أصغر قيمة هي واحد إذن نحن ربودها غري سريدها تليها ماذا؟ تليها آآ طليها أربعة أربعة تكرر الآن كمم مرة؟ مرة واحدة إذن أربعة ثم تليها تليها ماذا؟ تليها سبعة إذن سبعة ثم تليها سبعة إذن سبعة وحدة ثم تليها ثمانية كم من ثمانية؟ اتنان تمانية 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 ثم تليها ما ماذا تليها تسعة كم من تسعة لدينا عنا تسعتين تسعة تسعة ثم نجيلهما ثم تليها ماذا تليها عشرة نضع آآ تدريج نضع هذه العلامة لكي نميز بين هؤلاء الاشخاص. حتى لا نخلط بين الأرقام. عندنا عشرة واحدة. لنتخلص منها ثم تلي عشرة يحد عشر لا توجد احد عشر. ثم اتنى عشر كم من قيمة لإتنى عشر. عندنا قيمتين. اتنى عشر اتنى عشر. اتنى عشر. اتنى عشر. كيفي? اتنى عشر اتنى عشر. ثم تليها ماذا تليها ثلاثة عشر كم لدينا من ثلاثة عشر واحدة ثم تليها اربعة عشر كم لدينا من اربعة عشر عندنا اثناثين شخصين عفوا شخصا يستغرقان اربعة عشر دقيقة في فطرهنا ثم اه اربعة عشر تخلصنا منها باقي لدينا ستة عشر ثم سبعة عشر ثم تسعة عشر. عدو الوقت لمستغرق من طرف هؤلاء الاشخاص الستة عشر ولكن اه هذه المرة بالترتيب. في الاول كانت المنتسلسلة الاحصائية عشوائية ثم نرتبها. الهدف هو الحصول على اه يعني الذي يقسم لنا المجموعة الامجموعتين متكافئتين. اذا اه عندما اذا كم لدينا اذا نتخلص من ثلاثة مثل هنا نتخلص من ثلاثة فوق. تم شخصين هنا تم شخصين هنا. نريد ان نبحث عن منتصف يعني يعني الوسط. واحد هنا واحد هنا واحد هنا. ماذا تبقى لدينا? تبقى لدينا قيمتين عشرة وايطنى عشر. لاميديان فهي دائما تكون واحدة. اذا حصلنا على رقم واحد واحد هنا فان اه فان هذا الرقم هو لاميديان. اما اذا حصلنا على رقميين. ماذا نفعل? نجمع هادين الرقمين ونقسمو نقسمهما على اتنين يعني ما هو العدد الذي يتوسط عشرة وايطنى عشر. العدد الذي يتوسط هادين العددين هو احدى عشر. اذا احدى عشر سي دان نوم بخي سي با somos عشرة والعدد الذي يقسم المجموعة الى مجموعتين مجموعتين ماذا دمام افكتيف دمام افكتيف في كل مجموعة ثماني اشخاص تلا ميدين هي 11 ماذا نستفيد ماذا نستفيد هنا نستفيد بانا عندما قمنا بترتيب هذه المتسلسلة الاحصائية نستفيد بان احدى عشر شخصا احدى عشر عفوا تمانية اشخاص يعني نصف السكن الاحصائية يعني تمانية اشخاص يستغرقون على الاقل احدى عشر دقيقة في الفطور وتمانية اشخاص اخرين استغرقون اقل من احدى عشر دقيقة يجب ان لا تخليط بين المعادل المعادل حسابي والقيم الوسطية لا ميدين نستفيد هناك دائمين لا يوجد لا ميدين هناك كبير ميدين وميدين نترانجي بار أورد كواسان إي لا تونتويت يام نتر الميدين يعني القيمة الوسطية ديال هنه خمسة وسبعين واحدة يعني مرتبين خمسة وسبعين نقطة مرتبة من الأسهار إلا أكبر ما هي القيمة الوسطية لها مثلا إذا أخذت مثلا ثلاثة أشخاص ثلاثة مثلا نفرض ثلاثة واحد اي اثنان ثلاثة الذي يتوسط هذا الرقم هو ماذا هو اثنان خمسة وسبعون إذا نقسم خمسة وسبعون على اثنان إذا نزيل واحد نزيل واحدة خمسة وسبعون نزيل من واحد واربعة وسبعون اربعة وسبعون عندما نقسمه على اثنان كم اربعة وسبعون نقسم على اثنان هو سبعة وثلاثون سبعة وثلاثون هنا وسبعة وثلاثون هنا إذا ستوجد سبعة وثلاثون قيمة هنا ثم سبعة وثلاثون قيمة هنا. القيمة الثامنة والثلاثون ستوجد هنا وهي القيمة الوسطية. اذا فعلا هذه اجابة صحيحة سيفرية. القيمة الوسطية لا تكون دائما احد قيم الميزة. صحيح. نبات اذا كيفما نحط في المثال سابقا فاشلقينا اذاك القيمة الوسطية اذاك اللي كتوسط. اذاك اللي كتوسط اذاك المجموعة فهو 11 ولكن 11 ما كانت ما كانتش فاد القيمة ما كانتش فاد قيمة الميزة. اذا ما شيء دائما تكون من بين من بين قيمة الميزة. هذا ليس بالضرورة. لم تكون هي المعد الحسابي من جهة فهو صحيح لكن ليس دائما اذا فو. هناك حالة نادرة جدا عندما تكون هي لموين ولكن تبقى حالات نادرة وخاصة لكن دائما لا موين هي تيجورة. يسعون يعني غالي بان مخصلي فا. هن موين. بنسبة لي المثال الرابع. سوى ان غروب ديزنف ايليف. لنوت ابتنو لغ دان تست سون غروبي دون زان طابلو. اذا نحن هنا تسعة تشتر تلميت. تسعة عشر تلميدا. حصلنا على نقاطهم كالتالي. ورتبناها في هادلش دول. من هنا هو الميزة المدروسة فهو النقطة باعتباره ميزة كمية لان النقطة فيها عدد محسوبة عدد. يعني متقطع. اه عندنا هنا يا مرتبين من نقاط اه ادنى نقطة هنا بنسبة القسم هي ستة واعلى نقطة هي خمستاش. اذا انا باش نفهمها ديزول هذا مزيان عندنا ثلاثة ديال تلمت عندهم نقطة ستة. ثلاثة ديال تلمت. اذا تلاتة تلاميذ. تلاتة تلاميذ. نقطهم هي ستة. تلاتة تلاميذ نقطهم سبعة. تلميذين تحصل على نقطة تمانية. تلاتة تلاميذ. تحصل على نقطة ماذا تسعة. تلميذين على ثلاثة عشر وتلميذ واحد على خمسة عشر. نطلب منكم حساب حساب ماذا حساب لا ميدين دان اه لكي نحسب لا ميدين عنا دو ميطود طريقتين دو ميطود عقلوا عليها مزيان باش نحسبو لا ميدين عنا دو ميطود ديفيراند طريقتين مختلفتين. سيكون لدينا اختيار ديال الميطود. هو عدد ساكنة الإحصائية الإجمالي. لحظة هنا ان عدد ساكنة تلاميذ هو ساكنة تلاميذ يوجد عدد قليل. ليس بزاف. لو كان عددنا ميات تلاميذ ستجد الميطود الأولى صعيبة. نرى الميطود الأولى. هي سهلة. ماذا نفعله؟ سنعود نكتبه لنقطة هادو مع التكرار من الأصغر إلى الأكبر. لكي نقلبه على المنتصف هادك المنتسلسلة الإحصائية. اذا سنبدأ. لن نقطة هي اللي سنعوده. لن نقطة هي اللي سنعوده. لن نقطة ستة. نقطة ستة. شحالة من تلميط جابها. ثلاثة الأشخاص. اذا سنعود ستة ثلاثة المرات. سنضعهم هنا. ستة. 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 gritنا سلعنت مع ستة. ننتقل". سنعودتين إلى سبعونة. شحالة من تلميط جاب سبعة. سنقوم بب governo. سنبضي سبعة. سبعة. س نعيد هنا سبعة. ساندأ hacks Одس. إذا سنعود سننعود ثم 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 تسعود و تسعة. سمعة. ثم ماذا؟ نقطة هي السبعة. ومقول لن ن existence. ما هي تلميذ تلميذ ستحصل عليها تلميذين 11 11 12 كم تلميذ 3 تلميذ 12 12 13 مرتين ثم اخر نقطة 15 بعد ذلك نعتبر مثلا هذه هذه هي سأبحث على المليو المنتصف المنتصف هو المنتصف لكي تحدد المنتصف اذا كتبت طريقة تشطيب ہے تشطب على واحد كبير او واحد صغير حتى تجد جوج او واحد في النهاية اذا سنضرب على واحد هنا واحد هنا او جوج بحال بحال ، اذا سنضرب مثلا هنا واحد واحد ندير مثلنا واحد واحد مثلنا واحد 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 صغير واحد كبير احتلقى المنتصف ثم عود ثاني واحد هنا واحد هنا ثم هنضرب على هذا و هنضرب على هذا شنو بقى ليه بقى ليه واحد اصلا فش كي يكون عدد عدد السكن الاحصائي عدد فرضية رتي بقى ليه غير واحد ولكن عدد السكن الاحصائي عدد رتي بقى ليه جوج وهذا جوج ستجمعهم و تقسمهم على اثنان إذن هنالي حصل لحد العدد فرضي سيدنا نمبر نمبر تيت توتال أو بيان لفكتف توتال دو 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 پو پولاشن ينمبر امبير إذن غادي بقى لينا لاميديان هي تسعة دائما لاميديان فهو عبارة عن نقطة فهو عبارة عن قيمة ميزة الى اثم الضروع اللاميديان هذا مؤشير مزيان يعني النص للقسم جاب تسعود على الأقل والنص الأخر جاب قليلا من تسعود هذا مؤشير مزيان هذا هو الضور ديال هذه القيمة الوسطية مثلا لو كان نقول له مثلا فأحد القسم أخر ناخد واحد القسم أخر ولقنا فيه كلاس مثلا إكس واحد القسم إكس ما تهمنا فيه من عدد ديالتلم ولقنا فيه مثلا لاميديان لاميديان مثلا هي ثلاثة لاميديان هي ثلاثة ماذا نستفيده؟ لاميديان يعطينا مؤشر على 50% السكن الإحصائية ماذا لديه؟ ماذا نلقي ندب هنا؟ لاميديان هي شحال هي ثلاثة ماذا نستفيده؟ بأن النص جالتلم ديالتلمه نقلي من ثلاثة لأن هذا النقاط جيدين بمزيث نظر النص جديد يوجد نص جديد النص جالتلم ديالتلم ولكن لم نعرف نيلي ثلاثة ومحصور ما بين ثلاثة وسبعة او لا احنا اللي تيهمنا هنا هو انه النقاط محصور اقل من ثلاثة النص لديه تلمد على الاقل النقاط ديالهم او لا تقريبا النقاط ديالهم قلي من ثلاثة هذا قسم فنقاط كاريتية اما هنا مثلا نرجع لنا هذا النص لديه تلمد نقاط ديالهم قال اكثر من تسعود هذا مؤشير مزيان اذا هذا القسم هذا احسن من لكلاس اكس هذا هو الطور للميديان لذا سأقوم بعمل الميطود الثانية لكي نستعمل الميطود الثانية نستعمل الميطود الثانية لكي يكون لدينا الميطود الثانية كبيرة هنا الميطود الثانية هو 19 نحن نفرض مثلا لدي ألف ألف ساكنة إحصائية لا يمكن أن نقوم بعمل هذه الطريقة التقليدية لدينا الكثير من الوقت و لدينا الكثير من الامكانيات لكي نقوم بعمل الميديان لدينا طريقة سريعة جدا وهي بستعمال لدينا كي نقوم بعمل الميطود الثانية و نستعمل la méthode الثانية و نستعمل ما نقوم بعمل الميطود الثانية لدينا الكثير من الميطود الثانية سوف نضيف الخانة سوف نضيف أمثل أخرين في الطبيقات أخرين على هذا أخرين سوف نتعبوها مزيان هناك كتف كملي هنا كملي كيف نضع هذا كتف كملي؟ نضع ديما أرغي الجامعة التي فيها نضع الخانة الأول نضع هذه الأعمال الخانة الأول من بعد في الخانة الثانية نضع لها لديية ثم لديية لديية لغريدة لا تنسى كيف نضع هنا؟ ثلاثة ثلاثة ما حال؟ ما حال؟ ما حال؟ هي الشحل؟ هي التي تضع ثمانية تضع رحلة ثلاثة اطينا نعود ثلاثة حالينها تمانية ثمنية وثلاثة هي 11 11 وجوج هي 13 13 وثلاثة عفوا هي 16 16 نضيف إلى الجوج هي 18 18 مع واحد هي 19 إذن هنا يجبونكم ديرما تردون البن في كتف التوطال ديرما قرأوا في آخر خانة في الحصيص المتركب آخر خانة في الحصيص المتركب كلا قرأوا فيها كما قرأوا فيها كلا قرأوا فيها تلقى فيها الحصيص الإجمالي هذا يريد أن نحسبه لاميديان لاميديان هي 50% 50% للسكن الأحصائية السكن الأحصائية لا يوجد فيها 19 إذن عندنا أن يعني في كتف التوطل هو 19 ماذا نفعله؟ سنقسمه 50% نقسمه على جوج أن على جوج هو 19 على جوج في حركة 2019 على جوج هي ثمانية ونص ثمانية ونص ثمانية ونصر ثمانية ونصر هي اللاميديان لا سنعود إلى هذه الخانة تابلو اللي فيه اللي في كتف كومالي تعريف ثاني ديال هو أول قيمة ميزة يعني هادو هادو اللي كالفوق هادو كتما والفالور دو كاركتر لموضالتي دو كاركتر قيم الميزة هم هادو اللاميديان هي أول قيمة ميزة حصيصها المتراكم أكبر من أو يساوي نصف الحصيص الإجمالي نعيد قيمة الميزة لاميديان يعني القيمة الوسطية لاميديان هو قيمة الميزة التي حصيصها المتراكم ديفيكتف كومالي أكبر من أو يساوي سبيغيو غيقال اللامواتي ديفيكتف تطال يعني أكبر من أو يساوي نصف الحصيص الإجمالي نصف الحصيص الإجمالي هو ثمانية ونصف أعفوان ماشي ثمانية ونصف هو تشعد ونصف أعتدر الحساب دانة تشعد ونصف ثلاثة وشفية ستعدونس لا كندوزو ستة وشفية ستعدونس لا ثمانية وشفية ستعدونس لا حداش وشفية ستعدونس نعم إذن هذه أول قيمة كتفوت نصف الحصيص الإجمالي هي تسعود إذن القيمة الوسطية لاميديان عندنا هنا يبدأ لاميديان نف كار لاميديان لدينا لامك لاميديان والدوغة قيمة الميزة إذن من النصف الحصيص الإجمالي لاميديان لاميديان والدوغة هو تفضل إذن تقدم هذه لكي نحسب الاميديان لدينا دوميطوت إذا لديك كتف صغير يعني حتى لعشرين كاع كتتتعمل هذه الطريقة التقليدية كتترطبوه كتتشطب على واحد صغير واحد كبير حتى كتلقاء المنتصف لديك المنتصف لديك المنتصف الإحصائية إذا لديك الحاصص الإجمالي كبير بزاف يعني فيه أكثر من مئة متين يعني لديك طريقة تقليدية كنزيد الخانة لديك الحاصص المتراكم والميدان هو قيمة الميزة التي حاصصها المتراكم أكبر من أو يساوي نصف الحاصص الإجمال Merci pour votre attention et au revoir